الإيمان اللي برر إبراهيم أمام الله كان إيماناً حياً خلق في إبراهيم أعمالاً صالحة أقولها تاني الإيمان الذي به تبرر إبراهيم أمام الله الإيمان اللي بيه سدى الله فحسب له براً هذا الإيمان إيمان حي مش إيمان ميت مش عقيدة في الدماء مش موروث عائلي ورثه من أهله لكن ده إيمان حي في القلب والإيمان الحي في القلب لا يمكن يترك صاحبه بدون أعمال عظيمة يعملها أعمال إيمان علشان كده يعقوب ما جابش حكاية تكوين 15 اللي إبراهيم سدق فيها ربنا وآمن لكن جاب تكوين 22 لما قدم وحيده كيف قدم وحيده لأنه مسدق أن ربنا قادر يقيم البودة إذن الإيمان جعل إبراهيم يعمل عملاً عزيز المشاهد فارق شاسع بين أعمال واحد بيعملها عشان يتبرر أمام الله مرفوض وأعمال بتتعمل نتيجة إيمان سكن في القلب وبرر الإنسان أمام الله هقولها تاني واحد بيجاهد ويكافح وبيعمل أعمال وهو لم يتبرر بعد ده عشمانه من يتبرر التاني رفض المبدأ ده وقال أنا هاجب قلبي مكسور أدين وأستزنب نفسي وعشم في رحمة الله وسدقه آمن سدق يتبرر أمام الله هذا الإيمان الذي به تبرر الشخص يقود الشخص في بقية حياته لفعل أفعال لعمل أعمال هي أعمال هذا الإيمان خلينا أقولها لك بعبارة تظهر قدامك على الشاشة ما تنسهاش بالإيمان يتبرر الإنسان وبالأعمال يتبرهن الإيمان هقولها تاني بالإيمان يتبرر الإنسان وبالأعمال يتبرهن الإيمان مش أي واحد يقول أنا مؤمن يبه مؤمن ويمكن يطلع لي واحد دلوقتي يقول لي خلاص أنا أمنت أقول لك يا عزيزي الإيمان اللي إبراهيم تبرر به برهن على صدق هذا الإيمان وعلى الأصالة لهذا الإيمان الجنونة أنه إيمان حي إيمان حقيقي بأنه عاملة فالأعمال تبرهن الإيمان والإيمان يبرر الإنسان أني أدعوك من قلبي أن تأتي فقيرا مسكينا كثيرا أمام الله يا رب ليس لي بر ولا أعد بأني أصنع برا آتي بقلب مكسور والقلب المكسور ذبيحة مقبولة لديك بررني يا الله ارحمني يا الله سيبررك ويعطيك إيمان يجعلك تعمل أعمال الإيمان